التضخم مرتفع جداً بالبلاد وطبعاً زاد الأسعار والرواتب فضلت كما هي ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بأكبر زيادة منذ 22 عام والبنوك رفعت فوائدها أكيد بنستضيف اليوم بمقابلة خاصة الاقتصادي ومؤسس منصة إيكوناميات الأستاذ محمد برهمجي ليشرحنا أكتر عن الأزمة اللي عم بتمر في السويد خصوصاً والعالم ككل وكيف ممكن نتجاوز هالفترة بأفضل شكل ودون خسائر أو دون خسائر كبيرة بأول أسئلتنا حابب أعرف منك شو أسباب ارتفاع معدل التضخم بالسويد وكيف أثر على ارتفاع الأسعار وهل هناك توقعات بانخفاض الأسعار من جديد مع مرور الوقت؟ ألو سهلا فيك أستاذ علاء وشكراً على الاستضافة بالنسبة لتضخم اللي نعرف على السرية شو هو التضخم فهو ارتفاع بمعادلات الأسعار للسلع والخدمات التضخم اللي عم نشهده بالسويد له عدة أسباب منها أسباب كانت هي من بلشت بجائحة كورونا وأزمة سلاسل التوريد وأزمة رقاخات وبعدين صارت الحرب روسي على أوكرانيا واللي هي أثرت بشكل كتير كبير على عملة أزمة للطاقة لأنه هو بالأساس كان فيه أزمة ولكن زادت بشكل كتير كبير من بعد الحرب الروسية على أوكرانيا واللي كمان خلقت أزمة جديدة وهي أزمة الغزاء لأنه روسيا وأوكرانيا هنا أحد أكبر مصادرين الأمح والزيوت النباتية بالعالم فهي من الأسباب هل فيه توقعات أنه رح هذا الشي ينخفض التضخم ينخفض التضخم اللي عم نشهده يسمى بالتضخم المستورد لأن الأسباب أغلبية لأنه نحن ذكرناها أسباب خارجية مو بسبب سياسة دولة داخلية فالحلولة اللي عم تأخذها الدولة هي الحلولة اللي بتتبعها كل بنوك المركزية السياسة النقدية بيرفع أسعار الفائدة مشان تحارب التضخم فبالمستقبل قريب خلينا نقول إذا المشاكل التي نحن ذكرناها أو الأزمات التي نحن ذكرناها بدأت تنحل بشكل تدريجي فهذا الشي رح ينعكس على الاقتصاد وهذا الشي رح ينعكس أنه بدوره أنه تضخم ممكن ينزل طبعا الأسر ما رح يكون بشكل مباشر يعني مو إذا اليوم مثلا وقفت الحرب ما بين روسيا و أوكرانيا بكرة رح ترجع الأسعار مثل ما هي لا الموضوع رح يأخذ وقت حتى لو نحل الأساس المشكلة والمشكلة السياسية ولكن مع هيك أنه لتنحل المسببات التضخم بتبلش أنه تتحلحها الأمر شوي كيف يتأثر المواطنون بالسويد بتغير سعر الفائدة كفائدة البنك المركزي وفوائد القروض وفوائد القروض العقارية أيضا هلأ مثل ما ذكرنا أنه البنك المركزي بيستخدم شيء اسمه سياسة النقضية والسياسة النقضية هي وقت يكون فيه ارتفاع بمعادلات التضخم فيرفع من سعر الفائدة أو ما يسمى بالريبورنتا فهو بيرفع من معادلات سعر الفائدة من كرمال يقلل من القوة الشرائية ويقلل من كمية الكاش الموجودة بالسوء فكيف رح يأثر هذا الشيء وترتفع أسعار الريبورنتا أو الفائدة اللي بيرفعها البنك المركزي هذا الشيء رح يرفع من أسعار الفوائد الموجودة عن كل البنوك الخاصة لأن البنوك الخاصة هي بتاخد فلوس أو بتدين من البنك المركزي فبالتالي ارتفع عليها الكلفة الاستدانة فهي بتمرر هذا الرفع للأشخاص أو للأشخاص والشركات فكيف رح يتأثر هذا الشيء؟ رح يتأثر بشكل كتير كبير نحن شفنا هذا الشيء للأشخاص اللي عندهم قروض عقارية على سبيل المثال وما لهم مثبتين هاي الفائدة فشفنا أنه الأسعار زادت بشكل كتير كبير أو حتى الأشخاص اللي هنين مثبتين سعر الفائدة ولكن قريبا رح يخلص فترة الاستحقاق أو فترة التسبيت فكما رح يتوقعوا ما بين كانوا عم يدفعوا من أقل من سنة 1.5 و 1.4 فهلا فجأة رح يرتفع السعر الـ 3.5 و 4 بالمية فنحن عم نحك عن زيادة توصل للـ 200-250 وأحيانا بيزوب لي سبتها على فترات طويلة ممكن توصل الزيادة بسعار الفائدة الـ 300 بالمية فهذا الشيء هي أسر بشكل كتير كبير على الإيراد أو المحافظات المحافظة تبع العائلات السويدية تمام وما هي توقعاتك لقيمة الكرون السويدي مقابل الدولار ومقابل باقي العملات؟ بالنسبة لقيمة الكرون السويدي هو كمان تأثر بسبب عوامل خارجية يعني في عوامل داخلية اللي حكينا عليها بموضوع التضخم بس في كمان عوامل خارجية أغلبية العملات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولار والبنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع الفوائد البنك المركزي أو البنك الفيدرالي رفع بشكل كتير كبير وعمل طقوية بشكل كتير كبير لعملة الدولار فعملة الدولار مو الكروني اللي ضعف وأنما عملة الدولار هو اللي قوي بشكل كتير كبير وبلشت العملات الرئيسية بالعالم مثل اليورو مثل الفرنق السويسري مثل الجنيز سرليني بلشوا كمان الحكومات تقوي وترفع الفائدة مشان تقوي من عملاتها فعادة وتصير مثل الحرب العملات مثلا فعادة وتصير هذا الشي العملات الصغيرة هي اللي بتتأثر ومن ضمنها الكرون السويدي فالكرون السويدي تأثر بسبب هي العوامل الخارجية ولقينا أنه فيه طافة فقط تقريباً أكثر من 25% من إيمته طيب كم خسرت البورصة السويدية بسبب التضخم والأحداث العالمية الأخيرة اللي عم نشهدها؟ البورصة السويدية كانت أكتر فترة خسرت فيه وقت الكورونا بعدين رجعت استعادة جزء كتير كبير من الشي اللي خسرته وأنا هنا عم أحكي عن مؤشر OMXS30 اللي هو أكبر 30 شركة موجودين ببورصة ستوكوم فمتل ما حكينا خسر بشكل كتير كبير لفترة الماضية بس لقينا أنه في سنة 2021 2021 رجع استعادة جزء كتير كبير من الشي اللي خسره خلال جائحة كورونا ووصل لحد الأقصى الزروي تابعه كان حوالي 2400 كرون 2400 كسور تقريباً ولكن للأسف هاي السنة رجع خسر أكتر من 20% من إيمته ووصل لـ 1909 تقريباً تقريباً بالوقت اللي نحن عم نحكي فيه فخسر هاي السنة خلال ستة شهور بس خسر 20-21% من إيمته طيب ولي بيرغب بالدخول بالتداول الكتروني هل ينصح بالبدء الآن أم يفضل أنه ينتظر الشخص حتى استقرار الاقتصاد أو عودة المياه لمجارية هلا إذا نحن بنقصد بالتداول الكتروني هو الاستثمار بالبورصة فهي لا تعتبر أكيد استشارة اقتصادية لأنه فينا نحكي كلام عام بس ولكن هاي الفترة تعتبر فترة جيدة للشراء يعني إذا شخص بده يستثمر فهي اللي عم يأخذ أسعار الشركات أو أسعار أسهم الشركات مثل بالرياء يعني مثل فيه تخفيض على الأسعار فطبعا الموضوع ما فيه الواحد يروح بدون ما يكون عرفان عامل دراسة لو وضعه ملف المخاطر وعرفان شو المجال اللي هو عم يستثمر فيه ودائما الاستثمار لازم يكون طويل للمدى مو مضاربة المضاربة لشخص اللي عم يشتري ويبيع بنفس اليوم أو خلال يومين كرمان يحصل على سعر أكتر إذا الشخص بده يفكر بشكل مضاربة هذا أبداً ما له وقت مناسب ولكن كواد استثمار وهو عنده فائد بالإيراد فممكن أنه يستثمر جزء من هذا الفائد ويبدأ يستثمر بشركات ولكن هاي الشركات لازم تكون بقطاعات معينة مثل قطاع الأكل قطاع الطاقة المستجدة مثلا ممكن القطاع المواد الأولية لأنه هدول القطاعات عادة ما بتخسر من قيمتها وتصير في تضخم عالي طب برأيك شو هي الأخطاء الشائعة اللي عم بيقوموا فيها الناس وعم بتخليهم يتكبدوا تكاليف إضافية وهل في نصائح بخضم الأزمة الاقتصادية الحالية من الأخطاء اللي خلينا نقول اللي بيعملوها الناس أنه هي موضوع المصاريف ما بيكون في عندهم بجت ما لهم هن عاملين موازنة لأنه يعرف وين الإيراد تابعا وين عم يروح بياخدوا قروض بشكل يعني ضروري وغير ضروري بياخدوا أي شيء بالتأسيد فالشخص يعني نحن القفيتين على المرحلة لازم كتير نكون وانتبهين على كل كرون نحن عم يفوتنا لأن الكرون عم يدخل مو بالسهل ترجع تجيبه فالنصائح اللي أكيد ممكن نحكي فيها هي موضوع واحد يعمل بجت هي أول شيء يعمل موازنة يشوف أنه عنده داخل الأدة 30 ألف 20 ألف كرون مثلا ويحاول شوف المصاريف الثابتة الأساسية يحاول هو يتأكد أنه عم تندفع أول بأول وبعدين الجزء اللي المتبقي ممكن أنه يتخصص جزء للكماليات والجزء لازم يعمل أحتياط أنا ما عم أقول إذا هو عنده مبلغ كتير كبير يحتفظ فيه كاش لأنه بسبب التضخم فقيمة الأموال عم تنزل ولكن لازم يكون عنده خطة ادخارية على هذا الموضوع مثل ما ذكرت قبل شوي موضوع للتضخم وارتفاع سعار الفائدة ففيه أشخاص هنن مثلا بسبتين سعر الفائدة على سنتين خلينا نقول سبق إلى سنة ونصف لتستحق الفائدة على القروض العقارية وخلينا نقول على سبيل المثال هنن عم يدفع واحد ونصف بالمية ولكن السعر الحالي هلأ حاليا السعر الحالي هو خلينا نقول ثلاث ونصف بالمية فهنن فعليا فيه 2% من كلفة القرض العقاري هنن خلينا نقول شبه عم يدخروه هلأ أو شبه ما عم يدفعه لأنه هو لو هلأ استحق القرض راح يدفعه 3% فاللي بنصح فيه أنه الشخص يشوف إذا عنده قرض على القاري يشوف قديش هو مثلا خلينا مثل ما ذكرنا عم يسبت على الواحد ونصف بالمية يقارن ما بين السعر الحالي بالسوق ويعمل ادخار لهذا المبلغ فالمليونة اللي كان على سبيل مثال على الواحد ونصف بالمية عم يكلفه 15 ألف بالسنة على الـ 33% بيكلفه 35 ألف بالسنة فالفرق اللي هو عشرين ألف كرون لازم يتدخر يلازم يتدخره هذا الشخص لأنه يحسب أنه تستحق هذا المبلغ وتبلش أنه بالفترة الاستحقاقة الجديدة أو فترة تثبيت الفائدة الجديدة يكون هو أول شيء عود حاله على مستوى مستوى دخل معين هو حسب حاله أنه أنا كأني هلأ عم يدفع 3.5% مثلي مثل الكل وبنفس الوقت ويتجي الوقت ويرجع يثبت الفائدة على الأسعار الجديدة يكون هو يشال مبلغ على جناب ممكن يستدد جزء من القرد وبالتالي بيخفف من أثر سعر الفائدة من النصائح كمان اللي ممكن أولى لكل الأشخاص موبسة عندهم قروض عقارية قدر إن كان واحد يشوف الاشتراكات اللي هو عنده أنا شفت فيديو لحضرتك أنت ذكرت كمان هل الموضيع شو تعمل شو الشغلات اللي أنت عندك ياه بمصاريفة كل في الشغلات الضرورية في الشغلات اللي ممكن تستغني عنا ما في داعي يكون واحد عنده خمس اشتراكات للستريمينج للقنوات البث ما في داعي واحد يكون عنده اشتراكات بأماكن وما مروح عليها بنفس الوقت ممكن نصيحا أولى هي منيحة لجيبت الشخص ومنيحة للبيئة هو موضوع قدر إن كان عدم استخدام السيارة إذا الشخص عنده استخدم مواصلات عامة فهي أوفر بكتير وأفضل للبيئة وبآخر أسئلتنا الاقتصاد السويدي إلى أين بصراحة ما بديكون متشائم ولكن مثل ما ذكرت أنه بسبب هاي الأوضاع للأسف الشيء نحن عم نعيشه هو أغلبه بسبب أوضاع خارجية غير مو نحن عم نتحكم فيها فطول ما هاي الأسباب موجودة رح يضل الوضع عم يدهور شوي فحيكون موضوع صعب الفترة القادمة حيضل البنك المركزي مستمر بالسياسة النقدية تبعوه اللي هي رفع أسعار الفائدة فبالتالي حيأسر على كل أشخاص مثل ما ذكرنا لحتى يقدر يوصل لمستوى التضخم اللي كل البنوك عادة الكبيرة بتطمح له اللي هو حوالي 2% تقريبا نحن عم نحك عن حوالي 7-8% حالياً موجود بالسويد فبالتالي يضل عم يرفع من الأسعار الفائدة بهدف تقليل التضخم فممكن هذا الموضوع ياخد سنة أو سنتين ولكن خلال هالفترة طبعاً إذا الظروف الثانية نحلت ولكن خلال هالفترة رح يكون الموضوع شوي صعب على كل الأسر السويدية فمشان هيك خطة الإدخار وخطة الواحد يشوف مصاريف وقدر الإمكان يحاول يخفف منها المصاريف الكمالية هذا الموضوع كثير ضروري بهذه الفترة كرمال ما يوصل واحد لمرحلة سمح الله أنه هو مثلا ساكن ببيت فمنطر أنه يبيع هذا البيت لا تقدر أنه يدفع وصل القرد العقاري أو مثلا سيارة فما يوصل لهذه المرحلة شكراً إلك الخبير الاقتصادي ومؤسس منصة إيكوناميات أستاذ محمد برهمجي وشكراً لكم متابعينا نتمنى أن تكونوا استفدتم من المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر